تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة حيث تم التأكيد على عمق علاقات الصداقة بين البلدين وارتياحهما وتقديرهما لما تشهد هذه العلاقات من تطور ونماء في مختلف المجالات وخاصة في المجالات التجارية والاستثمارية وبما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين كما تم خلال الاتصال التشاور والتباحث حول مستجدات الأوضاع في المنطقة وخاصة ما يتعلق بقطع العلاقات الدبلماسية وغيرها مع دولة قطر حيث أكد جلالة الملك المفدة ضرورة قيام قطر بتصحيح مسار سياستها بما يؤكد التزامها بجميع تعهداتها السابقة ويلبي المطالب التي قدمت لها حفاظا على أمن واستقرار المنطقة بأسرها وذلك لمصلحة الجميع بما فيهم قطر مشيدا جلالته بالتنسيق المستمر بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية تجاه القضايا الإقليمية ودولية وحرصهما واتفاقهما التام على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابع دعمه وتمويله ترجمة نانسي قنقر